اشتركوا في القناة ايضا تدل على الارتباط والزواج اول رمز معانا في الرموز العشره وهو رمز الرضاعة في المنام للعزباء هذا يدل على بشارة بالارتباط والزواج رقم اثنين وهو رمز أكل الموز في المنام للعزباء يدل على ارتباط بإذن الله تعالى وللمتزوجة يدل على الحمل بإذن الله تعالى بولد رقم ثلاثة وهو رؤية أكل التمر وهذا يدل على زوال الهم والشفاء وتسير الأمور وأيضا يدل على بشارة بالارتباط بإذن الله تعالى رقم أربعة وهو رؤية أكل الحلويات وهذا يدل أيضا على الارتباط وعلى الزواج وعلى مناسبة سعيدة في الأسرة بإذن الله تعالى رقم خمسة وهو رؤية لبس التاج فهذا أيضا يدل على الارتباط والزواج القريب للعزبة رقم ستة وهو رؤية لبس الذهب والحلي هذا يدل أيضا على الارتباط والزواج بإذن الله تعالى رقم سبعة رؤية شراء البيت الجديد والبيت النظيف هذا يدل أيضا على الارتباط وعلى الزواج بإذن الله تعالى رؤية الصفر وركوب القطار هذا يدل على بداية حياة للعزبة بإذن الله تعالى وللأرملة وللمطلقة هو بداية ارتباط جديد لها بإذن الله تعالى رقم تسعة وهو رؤية دخول المسجد وقراءة القرآن في المسجد هذا يدل على إن شاء الله على الارتباط والزواج أيضا آخر حاجة رقم عشرة وهي رؤية وضع المكياج والميكوب وتصفيف الشعر وإزالة الشعر هذا يدل على بشارة بالتيسير وبالفرج والارتباط بإذن الله والمناسبة السعيدة بإذن الله تعالى وبكده نكون تكلمنا عن عشرين رمز الفيديو اللي فات تكلمنا عن عشر رموز والنهاردة تكلمنا عن عشر رموز تانية مبشرة بالارتباط والزواج للعزباء بإذن الله تعالى ربنا أحقلكم ما تتمنى وربنا يبارك فيكم جميعا وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته